رجل لم يعرف له أي موقف حتى تواريخه راجعوا تواريخه الأول الثاني الثالث لهم موقف واحد في التاريخ لهم موقف في بادر لا لهم موقف في أحد لا الثالث فر ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام آد إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد ذهبت بها عريضا في حنين في الخندق ما كانت حربا أو حربين عشرات الحروب راجعوا جميع التواريخ هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب ولا موقف واحد ولا موقف واحد ورجل لم يخل منهم موقف من المواقف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنه إذا كل العرب يأتون ويواجهون عليا صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقف يقارنو هذا بها أولا ترجمة نانسي قنقر